كيف تتعلم بكم؟ كيف تعلمكم؟ البنت مسؤولة البنت مسؤولة لو هي تلك الشارع و أحاكسها لكي خاطر لا يغطي شعرها أو لابس لبس استصاره أو لدحك الدحكة بصوت عالي كأن هذا الرجل شخص ماشي في الشارع وغريزه مثارة طول الوقت وليس لديه قدرة على التحكم فيها شخص عنده أعقة معينة فمش قادر يتحكم كأن كل رجال كذلك لكن البنت مسؤولة البنت مسؤولة لو في يوم من الأيام حتى تتحرش بها وهي صغيرة لكي لا أعرف تحافظ على نفسها كأن هذا التحرش فاعل عادي جدا من الناس تعمله والمفروض نحن نعاقب أو نحمل اللوم للشخص المتحرش به أو الشخص المفعول فيه لكن البنت مسؤولة البنت مسؤولة من وهي صغيرة أنها لما أمها لا تكون موجودة لازم تدخل بالها من أخوتها صغارين أو كبر أخوتها الأولاد وتعمل لهم الحاجات بتاعتهم وتحضر لهم أكلهم كأن البنت دي مفيش لها أي رغبة أنها تلعب أو تعيش الحياة بتاعتها كطفلة أو كأن إخوتها دول ربنا خلقهم ناقص لهم أيدي أو رجلين وعندهم مشكلة معنا مش عارفين يعملوا حاجاتهم بنفسها لكن البنت مسؤولة البنت مسؤولة لو هي متجوزة وعندها 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 وصلت لطريق مسدود لأنها المفروض التي تأخذ بالها من الجواز كأن الجواز مركب هي التي سيقها والراجل يترقع صوابه ويتفرج على الأمر لكن البنت مسؤولة البنت مسؤولة لو هي كأم ولدها لم يطلعوش كويسين لم يطلعوش كويسين بمعنى أن حصلت عندهم أي مشاكل أو طلعت عندهم أي ما جابوش درجات كويسة أو عندهم مشاكل معانة سيكولوجية أو أدمانه ودايما الشخص اللي بتحمل المسؤولية الموضوع ده هي الأم كأن هذا الزوج برضو والراجل الملوش دعو بالموضوع هو دوره بس أنه يروح يجيب فلوس وفي كثير أصلا ما يجيبش فلوس كثير قوي بيكون الستات تعمل مثل رجالة ولكن مطلوب منها وظائف إضافية لكي تعملها لهم عمرته والولاد لسبب من الأسباب تطلع عندهم مشاكل وهي غالبا بيكون أسبابها علاقتهم بأهليهم أو مشاكل فالعلاقة بين الأب والأم يبقى الموضوع مسؤولية الست أنا في رأيين البنت مسؤولة البنت مسؤولة أنها سمعت الكلام الفارغ طول حياتها وصدقته وفضلت ماشي ورا واقتنعت أنها لازم تعمل حاجات معينة لكي تأخذ اعتراف من الناس أنها كويسة نحن تكلمنا قبل كده في فيديو تاني على الخطأ والمسؤولية وأن كل واحد المفروض يتحمل نتيجة الحاجات اللي هو بيمر بيها مسؤوليته في الحتة دي أو ماذا الدور بتاعه في الحتة دي إنما في رأيي أنا من مسؤولية البنت الأكبر هي إن هي اتعودت إنها تسمع كلام فارغ من ناس قالوا تحت مسميات كثيرة بقى مسميات للأسف دين مسميات مجتمع للأسف ما كانش عادل معاها تحت مسمى إن أنا بحبك بخاف عليك كل الحاجات دي وهي سمعت الكلام ده وصدقته واعترفت به وتعاملت معاها البنت مسؤولة إن هي ما تشيلش أكتر مفروض إنها تشيله وما تحسش إن هي سوبرومن لأن هي إنسانة زي أحد تاني ومن حقها إنها تستريح ومن حقها إنها تكون في وقت من الوقات مش قادرة تكمل حاجة ومن حقها تكون في وقت من الوقات ما عندهاش القدرة إن هي تفضل طول الوقت هي المسؤولة شكرا